تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بجولة خبرية جديدة بنقدمها بقناة سيلف سبورت اللي بطلب منكم تشتركوا فيها اليوم عندي أربع أخبار بتكلم فيهم على السريع الخبر الأول اجتماع المرتقب أبو ليوني الميسي بارتوميو اجتماع بتقدر تقول إنه تصفيت حسابات بارتوميو استفز كثير أبو ليوني الميسي وليوني الميسي استفز كثير بارتوميو الآن فرصة تعال نرمي الأوراق منطقيا الاجتماع حيبدأ كالآدي حيدخل والدين والميسي يقول له أبوي ابني بيطلع مجانا أوكي ولا ندخل بالمحاكم وتشوه سمعت التاريخ كله سمعتك وسمعت ميسي وكل الناس الرد عند بارتوميو حيقول هو زعلان مني زعلان مني أنا طالع كمان أكمن شهر وإذا بده بصراحة بس تقيل هلأكمن شهر وبصير مجرد مسير أعمال أو منحط واحد سير أعمال إذا أنا بنفس الوقت أعتقد بارتوميو حيقدم تنازلات حيقول له أول شي هيعقد جديد تاني شي بدك لويس سواريس بخليه لك إياه تالت شي إذا أنت عندك طلب معين للاعب معين حنفتح لك الأوراق إذا بدك نايمار حنوريك مامل كدر نشتري نايمار إذا بدك فلان حنوريك شو قدراتنا إحنا عندنا هات وبنفس الوقت حيحاولي خطبوه عاطفيا إننا عشرين سنة مع بعض شو دخل جمهور برشلونة شو دخل نادي برشلونة في الموضوع إذا خلافي بيني وبينك إذن حيكون فيه شوية مفاوضات بس الموضوع كله بيعتمد على نوع العقد اللي بإيد ميسي أنا متأكد فيه مع ميسي عقد بالمانستي متأكد تماما مش هيتجرى هذا شي ومعندوش عقد فيه عقد بإيده واللي متأكد منه أكثر إنه هذا العقد ربما يكون فيه بند يتيح لميسي ببساطة يقول أنا ما قدرت أطلع يعني يكون الشرط أن يتوافق هو وإدارة برشلونة على الرحيل مثلا مجانا أو في حال رغبة ميسي بالقدوم يعني شي بيخلي ميسي يطلع من العقد لو قرر يضل منطقيا والأحسن للجميع ميسي يضل مع برشلونة الأحسن للليجر أحسن لبرشلونة الأحسن لميسي أحسن للجمهور ضعي لسنتين خلص مسيرتك مع فريقك اللي عملت معا كل هالمسيرة ما في داع لها النقلة أنا ما زلت أعتقد رغم إنه الأجواء كلها بتقول 99% ميسي برا ما زلت أعتقد فيه 1% ممكن تصنع الفارق أما الخبر الثاني فإفرتون عم بتحرك في السوق بشكل ناشيط جدا ومع مدرب زيكار له أنشلوتي خلينا نراقبه من المفترض ألن خيمس رودريغز ينضمه لخط وسطه اشترى ظهير أيسر الفريق عم بيستثمر كثير في مسألة خط الوسط أنشلوتي إجا على إفرتون السري الماضي شاف في حارس ممتاز في بعض اللعبين جيدين في كل خط مشكلته الحقية كانت خط الوسط الآن رح جابه 2 خبرة 2 جودة خيمس ألن اللي بيعرف ألن بينابوني بيعرف قيمته والإشي اللي ممكن نضيف له إياه وبيعرف خيمس بيعرف قداش ممكن يصنع كرات جاهزة للهدأ فيه صراحة أنا أنشلوتي كمدرب واقعي جدا كمدرب متوازن جدا إذا أعطيته الأسلحة الطبيعية بيجيب لك مركز كويس وأعتقد هدف إفرتون الرئيسي مش دور الأبطال هدف إفرتون يخلص من أول ستة ويروح دور الأوروبي انتمه لإفرتون لو كمل هذا السوق مثل ما حكينا باللعبين الموجودين الآن بالإضافة لا خيمس وألعب والخبر الثالث اللي عندنا ما نتكلم فيه بدينا نتكلم عن ديباي الهولندي اللي ارتبط بسان جيرمان وارتبط ببرشلون أيوم أمس صرح بوضوح قال أنا سعيد هون وما بدي أتحرك لأني أنا سعيد وما حكيت لحدا بدي أطلع ديباي ضاير على عقده سنة منطقيا كديباي مر بتجربة سيئة مع مان يونايتد واللي ما بيعرف ديباي اختار ليون بالأرقام بالداتا مش بالأرقام اللي نستخدمها عدد التمريرات لا الداتا المعقدة اللي بيستخدموها التحليلات والمداربين وجدوا له الفريق المساعد إنه هذا بالفريق بناسبك فأعتقد ديباي بيقولك أنا بطلع مجانا للسنة الجاي ما بكون خسرشي لأنه لما أطلع مجانا عقدي بيكون ممتاز والآن ببديش بآخر سنة نعمل مشاكل مع ليون وصلنا لنصف نهائي أنا القائد خلينا نطلع بشكل إيجابي السنة الجاي وبشكل مجاني نكمل سنة منطقي قرار ديباي عشان عنده يورو 21 منطقي جدا كمل مع الفريق اللي انت نعجح فيه اللي وجدت نفسك فيه بعدين اطلع فقرار ديباي منطقي ديباي السنة الجاي لو كمل بهذا السيناريو مع ليون وعقل صفقة مجانية حنشوفه مرة ثانية بفريق كبير أما الخبر الرابع اللي بختم فيه الخبر اللي بلش يتردد كثير بيع إنجولو كانتي تشيلسي أصبح مستعد بعد الصفقات اللي جاي والسعر المتوقع خمسين مليون يورو الرقم لو حكينا السنة الماضية كانتي كان هلا مشتريه أي نادي في أوروبا من التوب عشرين أو توب ثلاثين بس الرقم بعد كورونا وتسمع الخسار اللي بلشت تعلن لبعض الأندية اللي خسران له خمسين واللي خسران له مئة مليون يورو بتعرف إنه الخمسين مليون يورو دقال السنة هاي يعني فعليا لو بدأ أحسبهم بقول زي المئة مليون السنة الماضية فشراق كانتي بخمسين مليون كاش مش قليل الاستغناء عن كانتي بالنسبة لتشيلسي بتقدر تقول منطق لأنه السنة الماضية ما كان موجود تقريبا الفريق وجد كوفازيتش وجد جورجينيو بشكل جيد الآن عزز خطوسته بلاعبين ربما كانتي معاد هو اللعب اللي لازم يكون موجود معهم بس كانتي معاد هو اللعب الإضافة اللعب الجودة اللعب اللي بيصنع فرق كبير ولما يكون بلاياقته وحالته بريح كل اللعبين اللي حواليه كانتي لوين لما نجي نتطلع طبعا ما أعتقدش تشيلسي حبيعه في إنجلترا يعني حيفكر بأي نادي برا إنجلترا برا إنجلترا فيه فريق ممكن يلزموا لاعب وسط زي كانتي بايرن مينخ الألماني بطل الثلاثية اللي ممكن يحاول يعزز خطوسته بلاعب خبرة بلاعب قيادي زي كانتي فيفكر فيه أمثلا بألماني أعتقد كانتي بايرن في يوفينتوس صعب أشوف اليوم يدفع هذا المبلغ انتر ممكن يدفع هذا المبلغ بس هذا المبلغ إذا ندفع ربما يعني أنه ضرورة بيع لعبين آخرين لازم يخلصوا البيعات بعدين يفكروا بكانتي فإنتر أيضا أعتقدوا الوجهة المنطقية لكانتي في إيطاليا فرنسا سان جيرمان ممكن يفكر فيه عشان يرجع ماركينيوس فممكن يفكر فيه فعنا طبعا ليا مدريد أستبعد برشلونة بهذه الظروف أستبعد وربما ربما يكون بديل دوماس بارتي لو طلع في أكل توق مدريد إذن أربع خيارات أنا شايفهم منطقيين لإلو بايرين يو انتر وأيضا بريس سان جيرمان وأتلاتكم هاتريد انتوا وين شايفينوا رايح والسلام عليكم ورحمة الله